بسم الله الرحمن الرحيم استكمالاً للموضوع الهام بتاع الإهلاك أو الـ depreciation هنبدأ نتكلم عن بعض الإكزامبل ونشوف إزاي بنحول من طريقة إلى أخرى Add the beginning of year عندي الـ 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 عبارة عن 62500 وبعدين عندي يوسف اللايف عبارة عن 3 سنوات والـ المقصود بها يعني الـ salvage value 2500 استخدم لو أنت هتعمل double decline balance هتعمل إيه يبقى أنا لـ double decline قلنا بناخد الكوست ناقص l-accumulated depreciation في 2 على اليوسف اللايف يطلع depreciation expenses أو depreciation rate زي ما شفنا قبل كده هتعمل إيه what is the amount of depreciation for each of the first two years يبقى في السنة الأولينية قيمة المعدة ناقص 0 في 2 على 3 يطلع الكلام ده لأنه هو double decline قالك أنا بأهمل salvage value الأخير وبعدين بأخذ الـ 41,000 اللي هي الـ book value اللي عندي أو القصة القصة اللي عندي هنقول في السكندير ناخد الـ 26,500 ناقص 41 في 2 على 3 اللي هي double decline يطلع 13,000 يبقى l-accumulated depreciation اللي هو 62 ناقص 61 يطلع عندي في السنة الأولى القيمة المعدة عند السنة 0 62,000 depreciation expenses 41,667 بخصمه من القيمة المعدة يطلع قيمة المعدة 20,000 أبدأ جيب النسبة الجديدة وأخصمه من المعدة اللي عندي يطلع قيمة المعدة عبارة عن 6,000 أبدأ جيب النسبة الجديدة اللي هي الكلام ده فيه برضو 2 على 3 يطلع الكلام ده لاحظ إن ده أقل من residual value في السنة الثالثة قيمة المعدة في نهاية العمر أقل من residual لم تتطابق مع residual value فبنعمل التعديل ده هو depreciation expenses is limited to the amount that reduced bulk value to the estimated residual value عشان يتطابق الرقم مع الرقم اللي عندي وبالتالي الفرق هو اللي حطه depreciation rate عندي في المسألة زي ما أخذنا قبل كده طيب tax depreciation المحاسبي اللي ما بيجي اتعاملوا مع الضرائب use to compute income taxes asset place in service period كلام ده في 1989 بدأ كلام ده يتعامل به في الوقت المتحدة الأمريكية use book depreciation method سواء state line أو decline balance أو sum of your digits بحيث أني تدفع الأقصات بتاعتك الأقل في العمر الأول من المعدة الأقصات بالنسبة لي derive assets placed in service بدأ يطبقوا الكلام ده من 81 إلى 86 وبعدين فيه tables بتودي لك الفاكتر عشان ما تطلخبط في الحسابات هنشوف الـ tables دي شكلها إيه وبعدين asset placed in service بعد كده هو تطبقوا طريقة MACRS أو modified accelerated cost recovery system method الـ depreciation method based on double balance method switch to straight line علشان قلنا نوصل لل salvage value العندي المتطابقة half year convention أو zero year salvage value في straight line method والmid method conventions والzero salvage value إن أنا أهمل salvage value بدل ما أقول B ناقص S أعتبر دي بصفر وتقسمها على العمر اللي عندي ده tables اللي بتطلع منها ما يسمى بالmonth place and service حسب عدد السنوات وعمر كلام ده بتقدر تجيب residential retental properties اللي عندك النسبة اللي بتحسب بيها عشان تعديل وكلام ده بيفيد الشركات في حالة حساب المعدلات بتاعة الاهلاك مع الderive calculation macrs percentage بابدأ أجيب double decline calculation والstraight line calculation وبعدين أجيب النسب من tables هنا بقى أجيب النسب من tables نسب الاهلاك اللي عندي وأبدأ أعمل مقارنات ما بين الثلاث طرق اللي عندي هتلاحظ أنه هو القيمة بتاعة البوكلاين هنا هو بتتناقص لحد ما تصل إلى الزيرو فعندي هنا هو الstraight line طبعا بتصل متطبقة مع salvage value double decline methods وكلام ده كل طريقة لها مميزات ولها عيوب example calculation MACR برضو بجيب النسبة من tables النسبة دي بتيجي من table وقدر أحسب النسبة من قيمة الأصل وأنا قصها وقدر أجيب البوك value بحيث salvage value عندي يجي 0 يبقى النسب دي بتيجي من من table اللي فاتت حسب العمر الافتراضي السنة الأولى الثانية الثالثة الرابعة بضربها في قيمة الأصل وطلع قصة الاهلاك أخصمه من الأصل أجيب البوك value اللي عندي ببساطة برضو دي نفس الحكاية معدة برضو البوك value بتاعها 2 مليون وبعدين هتعيش 39 يير فبخش أجيب البرسنتج بتاعت الم ACR يعني النسب دي موجودة في table وأحسب الاهلاك اللي عندي وأخصمه أقدر أجيب البوك value بتاع المعدة اللي هتكتب فيه الدفاتر اللي عندي شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته